قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الهجمات في البحر الأحمر مرتصلة بحرب غزة وطالب خلال منتدى دافوس بوقف إطلاق النار في غزة فورا وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال منتدى دافوس أن المملكة ستعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الخلاصة من الرياض الكاتب والبحث السياسي مبارك العاتي معنا ليلى أستاذ مبارك أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار دعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دافوس إلى وقف إطلاق النار فورا إلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك في الوقت الراهن من وجهة نظر السعودية مساء الخير سيدة شانتال أهلا وسهلا اليوم لدينا يعني متطور جديد في الأقليم كأنه قد يعني جاء ليزيد الطين بل لا أوضاع احتراقا المتمثل في الضربات الأمريكية البريطانية اتجاه اليمن في توقيت سياسي لا يتناسب مع آمال وطمحات دول الأقليم خصوصا نحن والإمارات ننتظر المولود الجديد اتفاق السلام في اليمن السمرار السمرار للقصف الإسرائيلي في غزة حقيقة وواقعيا هو المسبب الحقيقي وليس المبرر لكن هو المسبب الحقيقي لتفجر وضعب ما فيها الاعتداءات الحوثية على البحر الأحمر لا نبرر للحوثي السمرار اعتداءات على أي سفينة كانت حتى وإن كانت إسرائيلية لكن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة سيولد مزيدا من بؤر التفجر ربما غير اليمن حتى وهذا ما ركز عليها وزير الخارجية السعودي بطبيعة الحال صحيح صحيح وعلى سبيل المثال يعني كمتطور جديد عندما يقتل جنديين أمريكيين أمام السواحل الصومالية وتفقد سفينة أخرى عندما تطل أثيوبيا عبر السواحل الصومال لاند وتقيم قاعدة عسكرية لأول مرة على البحر الرحمل بمعنى أن استمرار القصف الإسرائيلي سيبيح للآخرين انتهاك القانون الدولي بأي شكل كان استمرار القصف الإسرائيلي سيبيح للدول الإقليمية الأخرى باستمرار نقل الأسلحة شحنات الأسلحة بطرق غير شرعية للحوثي ولغيره من التنظيمات استمرار القصف الإسرائيلي لغزة أباح لإيران قصف أربيل وزهق أرواح الأكراد دون أي سبب تحت مزاعم تحرير القدس تحت مزاعم تحرير الأقصى لذلك إذا كان هناك ذرة من عقلانية أمريكية عليها فقط أن تطلب وقف اطلاق النار هي من يملك قرار الحرب وقرار السلام لكنها لا زالت بكل أسف استاذة شانتيل يعني تعالج في الأطراف تعالج في الأطراف لا تعالج العمق العمق الحقيقي هو السمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ثم متطور جديد العدوان على غزة وقصف غزة وسفك ما يقار 35 ألف فلسطين حتى لأنه هيك عن برأيك أستاذ مبارك لماذا لا تعالج واشنطن العمق كما وصفته الآن إن كانت حقيقة هذا ما تريده البعض اليوم يتحدث عن إشكاليات كبيرة ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو إلى أي مدى برأيكم هذا الخلاف مرتبط بهذه الحكومة اليمينية المتشددة لأنه بعض التقارير أشارت إلى أنه لا حل ممكن في ظل وجودها هل تنظرون إلى ذلك كما بالفعل تنظر هذه التقارير أو تشدد عليه هذه التقارير؟ من المفارقات العجيبة سيدة شانتيل أن واشنطن تدرك أن حكومة نتنياهو أكثر حكومات إسرائيلية تطرفا لكنها مجبرة أيضا على الرضوخ لرغبات ونزوات نتنياهو الحادة سبب الأول بسبب أن دخلنا عام الانتخابات الأمريكية وهو عام خطير وحساس دائما في إدارات الأمريكية السبب الآخر هو قوة الضغط اللوي اليهودي أو الإسرائيلي في الداخل الأمريكية السبب الثالث هو ما يجري في الداخل الإسرائيلي الآخر نتنياهو يدرك أنه أي لحظة توقف يعني ذهابوا إلى السجن مباشرة وأي لحظة إيقاف لإطلاق النار في غزة يعني أن جيش والحكومة ستحاكم بكتأكيد وربما يؤدي ذلك إلى انهيار أو تصدر في الجدار العسكري الإسرائيلي لذلك هم مضطرين حتى الآن للاستمرار في الهاوية وليس الوقوف على حافة الهاوية أشير إلى نقطة مهمة جدا إلى أن الأوضاع بكل أسف ستستمر على هذا المنوال طالما طالما لم يفق بايدن من هذه الغفوة التي يعمم عليه حتى الآن بكتأكيد أن تذكر أنه وأنتي أن بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياو قبل ثلاثة تسابيع وسائل العلاقات لكن ومع ذلك هو مضطر لأن يستمر في تعاون مع حكومة الإسرائيلية الحالية بسبب حاجته في الانتخابات الأمريكية لكن هذا الضعف أستاذ مبارك هذا الضعف يترجم في منطقتنا بشكل واضح هناك جهات تستمد قوتها اليوم من ضعف الإدارة الأمريكية ومن القرار الأمريكي الأخير بالانسحاب من هذه المنطقة أعطاء فرصا لدولة مثل إيران على سبيل المثال لمد وكلائها في المنطقة بالمزيد من الدعم وهذا ما نرى اليوم يترجم في البحر الأحمر نسمع وزير خارجية السعودي يربط ما بين ما يجري في البحر الأحمر وحرب غزة إلى أي مدى هذه الضغوطات الدولية على ضرورة وقف الاعتداءات على السفن بإمكانها أن تشكل عاملة ضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة بالمناسبة من أكثر المستفيدين من حرب غزة هي إيران من أكثر مستفيدين في تدهور الإقليم حاليا هي إيران إيران في حالة ضعف في حالة انهيار في حالة اندحار بل هي محجورة في زاوية جاءت هذه الأحداث لتعطيها مزيدا من التنفس ولذلك رأينا أن حركت كثير من راجمات صواريخ على قرب الحدود العراقية الليلة الماضية كانت خير شاهد قصفت حتى أربعة صواريخ قصفت أربع مواقع سورية لا ذنب لها مما يعني أنها بالفعل الضعف الأمريكي عزز القوى الضعيفة في المنطقة لتتحرك أتاحت لها مزيد من التحرك ليس قوة من إيران ولكن كما تفضلت ضعفا من بايدن ما شار له سمو وزير الخارجية في دافوس كلام حديث في غاية الأهمية جدا عندما أشار إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي لغزة والحصار الإسرائيلي لغزة سيؤدي لاستمرار الاعتداءات الحوثية نعلم أن الحوثي يعني فصيل وظيفي ويؤدي بالفعل الأدوار الإيرانية وإن قالت إيران أو أوحت بأنها يتصرف من نفسها لكن حقيقة الوضع هو بالفعل فهي لق إيراني متقدم والشحنات الأسلحة الإيرانية لا تزال حتى الآن تصل والوقت المتحدة الأمريكية أصبحت كأنها ساعي بريد بالأخبار تقول أن وقفنا هناك تهريب أسلحة إيرانية لكن لم تذهب لعلاج العمق لم تذهب لمحاصرة مضيق هرمز لا تخرج من هذه الأسلحة لم تذهب لمحاصرة السواحل الإيرانية لا تذهب هذه الأسلحة أو أي مكان أخرى هي لا تزال كما قلت تعالج في الأطراف سيستمر الأوضاع في تدهورها ما لم يكون هناك حراك إقليمي حقيقي لحماية الأمن الإقليمي السعودية الإمارات تراهن بالفعل على تمرير مشروع السلام الذي يعني لهم الكثير لكن بيكون تأكيد أنهم معنيون بأمنهم وأمن الإقليم بمعنى أن السمرار الأوضاع على ما هي عليه حاليا ينبع بتدهور الأوضاع الوفود الأمريكية التي حجت إلى العلا خلال الأسبوع الماضي أكثر من أربعة وفود أمريكية كلها لم تقدم حلول حقيقية لم تقدم معود حقيقية مجرد مناقشات لكنها كانت تصل لكن الرسالة السعودية وصلت في كلام وزير الخارجية اليوم أيضا من دافوس أستاذ مبارك هو يقول أن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية وبالتالي رسالة واضحة إلى أن هذا المسار صحيح أنه تم عرقلته بشكل أو بآخر لكن ليزال هناك إمكانية لربما تمريره بشروط بالمناسبة تعود السعودية اليوم لانفاوضاتها مع الوفود الأمريكية من موقف أقوى بل حتى أن المطالب السعودية اليوم باتت أقوى نظرا لأن العدوان الإسرائيلي ما جرى السبع أكتوبر ثم العدوان الإسرائيلي أثبت بالفعل جدوى المطالب السعودية اليوم أصبح بلينكين اليوم أكثر وضوحا في نقله للرسالة السعودية للداخل الإسرائيلي كان بلينكين نوعا ما يلطف أو يخفف أو يفكك من وجهة النظر السعودية عندما ينقلها إلى تل أبيب اليوم كان بلينكين في بالغ الوضوح عندما قالنا أن السعودية لن تقبل بأقل من قيام دولة فلسطينية وهذا هو سر الموقف السعودي المتجدد في قوته أكد سموزير الخارجية بالفعل وسمو السفير السعودي في لندن على أن حقوق الشعب الفلسطيني باتت الأكثر مرعية وأن السعودية بالفعل هي من نجحت في عادة القضية الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات النقطة الثالثة السعودية أيضا تبرق برسالة أخرى للداخل الإسرائيلي عندما أعلنت بأنها مستعدة للتطبيع فقط أن تقتنع إسرائيل بدولة فلسطينية كل الداخل الإسرائيلي اليوم التظاهراتهم أمس في تل أبيب تظاهرات السبت والأحد كلها تنادي بسرعة التعامل مع الجانب الفلسطيني عندما تقول السعودية أنا مستعدة لقيام علاقات طبيعية مع إسرائيل بشرط قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة أعتقد أن حقوق بسيئة من أسهل ما يكفر القانون الدولي لذلك السعودية اليوم عندما تعيد طرح هذا الموضوع ليس بالجديد لكنها تعيد التأكيد على موقفها بوجوب قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة شكرا جزيلا على هذه المشاركة من الرياض الكاتب والبحث السياسي مبارك العاتي شكرا جزيلا على المشارك العاتي شكرا جزيلا على المشارك العاتي